سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي ما عدتكم هنعمل سلسلة عن الاند جيم كل فيديو ان شاء الله مش هتعدى لعشر دقايق بدئين بأهم اند جيمات محتاج تعرفها هي اند جيم درخاخ قبل نبدأ الفيديو اكون سعيد لو لو عجبك الفيديو تعمل لايك وما تنساش ابدا 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 تشترك في القناة علشان تتابع سلسلة وان شاء الله تستفيد ليه اند جيم درخاخ هي اهم اند جيم ببساطة احصائيا اكتر نهايات بديوصل لها المتشاط هي نهايات الاند جيم وبناء عليه لو دي اكتر حاجة المفروض ممكن هتقابلها لو بتلعب فهي الاكتر اهمية لانك ما بتلعباش كويس وهي اكتر حاجة بتظهر في النهايات فانت ممكن تخسر متشاط كتيرة طيب اشهر موقف في نهايات الارخاخ هو الشكل بتاع النهاردة اللي اسمه لو سينا بيزيشن او موقف لو سينا وصف موقف لو سينا عشان ما تقعدش تدوخ نفسك وتقعد تدور على الشكل في المتش بتاعك وتقول الله انا ما بكسبش ليه مش ده موقف لو سينا ويطلع مش هو اصلا تطلع حاجة تانية هو ببساطة ان الملك بتاعك يكون في تمانية والبدأ بتاعك في سبعة والملك مستخبي في البدأ بتاعك ده البداية بتاعتك ان انت عرفت توصل بملكك انك تستخبه البدأ بتاعك في تمانية عايزين بقى ننطلع الملك ده ونزوق البدأ نرقيه هو ده التكنيك اللي حننكلم عنه النهاردة دي طريقة تكسب بيها بالبدأ ده الملك شاف يطلع عشان الملك قريب لازق فيه والجنب الثاني الملك شاف يطلع عشان الروخ واقفة فاحنا عايزين اول حاجة نمشي الملك ده بعيد عشان نعرف نخرج تاني حاجة نعرف لما نطلع ما نعودش ناخد في كشات فنطلع نرجع تاني للبيدأ وما نرقيهوش قالك نعمل ده ببساطة بان احنا ندي الاول كش نمشي الراجل ده فالرجل ده يجي هنا او هنا يجي هنا مثلا قالك لو جي هنا متعقدش نفسك هتمشي كده وترقي يعني اصلا النقلة بتاعته دي بلندر اذا هي دي احسن حاجة ماشي بعد كده هتطلع بقى بملكك بس لو طلعت بملكك دلوقتي هيقوم ادي الكش هتقوم جاي كده هيقوم ادي الكش هتقوم جاي كده هيقوم ادي الكش ولو مشيت كده ولا مشيت كده يبقى احنا عديدنا رايحين جايين ايه بناكل في كشات وبناء عليه قالك بعد الكش دي ويمشي تلعب نقلة ساحرة روك اف فور او لو في موقف تاني يبدأ غير ده هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او هنا ماكسب لازم تبقى عارف ده برضو الشكل بتاع اليوسينا اي بيدأ معادة بيدأ الرخ تلعب الرخ اف فور عشان لما يلعب هيلعب ايه هو دلوقتي هيلعب آآ الرخ مسلا في اي حتة تخرج بالملك الرخ يفضل ماشي على على نفس الفايل عشان ما تخرجش تخرج من هنا يدي الكش تمشي يدي الكش او عا تيجي كده ولا تيجي كده هتوقع البيدأ تمشي كده عادي يدي الكش تيجي بقى كينج دي فايف يدي الكش تقوم بساحب رخك يا سلام ومرقل بيدأ شفت بقى الفرق شفت النقلة دي غمضة زي اي بيسموها كده انا ميزوفيتش بيسميها ميستيريوس روك موف او نقلة الرخ الغمضة هو ده ببساطة موقف لوسينا تعالشوا بشكل تاني هو ده الشكل انا عايز اواريه لكم الشكل ببساطة لو انت خرجت دلوقتي آآ الملك يدي الكش رجعت يرجع استفدناش حاجة طب عايزين نكسب مش عافين ندي كش ونماشي الملك ونعمل بتاع بتاع لك متعقتش نفسك الموضوع فسط من كده بكتير عندك طريقتين للمكسب هنا تحط الرخ هنا علشان يطلع تقوم رقي مش محتاج اقول لك ان دي دلوقتي عليها دي مكسب خلاص عشان بترقي على طوق وهنا بقى يعني ممكن يرشح بحاجات كتير اول حاجة ممكن يلعب له يقول له كده عشان الملك ما يطلعش ساعتها بنرجع لليوسينا الدميلة بتاعتنا وندي كش ويمشي ونلعب رخ فوق وخلاص بقى طاعة تطلع واخد بالك مفيش اي مشكلة هنا يعني ام اوكي. ده موضوع بسيط. طيب. خلاص احنا قلنا اي حركة هيتحركة تدد له الكيش وترجع للشكل بتاعك. طيب ايه هو الشكل التاني اللي ممكن تكسب بيه ببساطة? قالك تجيب الروخ دي هنا. ببساطة بتأمن الملك لما يخرج عشان انت عفت ترقي. قالك لو لقيت كده عشان يدي الكيشات من الجنب. انت ممكن ترجع للويسينا بتاعتك عادي بالكيش. او تخرج دلوقتي. عندك مساحة جيدة. يديك كيش تمشي كده يدي الكش تغطي. ياكل تاكل. يخش بمالك وتخش وبترقي والموضوع انتهى. يعني حتى البرج ممكن تعمله من الجنب لو انت حابب. مش بكل الاشكال. بس الشكل ده لو تلاعب عليه الدفاع ده تقدر تعمل كده. آآ اوكي يبقى في شكلين سهلين جدا للمكسب احنا قلناهم في المنزر ده ارجع ارجع اوكي. اما تلعب الرخ هنا او اطلعب الرخ هنا. الرخ هنا عشان عايز تطلع. ما فياش اي مشكلة طلع كده بتيجي كده. ما فيش اي مشاكل. طيب آآ في عجالة سريعة. اللي بسينا بتبعد الملك بكش. بعد كده بتطلع وبتعمل البرج او الكوبري. سهل جدا. عشان بتشوف انت فاهم الكلام ولا لا. اعتبر دلوقتي ان الاسود بيرقي. وهتلعب ايه لو اديك كش دلوقتي كده. وقف الفيديو شوف انت لعب ايه. احسن نقرة تلعب كده. عشان لو اديك كش بتغطي بالرخ وبترقق يجباري. طيب سؤال تاني. ماذا لو? لعب نقلة انتظارية كده مسلا اللي هو ما انتش مرقي. انا واقف لك في الطريق. خليك مرن بتعمل كوبري من هنا. بس مش عارف تعمله دلوقتي عشان لو طلعت هيكل البيداء. طب ما تجيب الرخ كده وتقول له لو سمحت نعمل كوبري من هنا. يا سلام. يبقى انت تفهم الفكرة وبتشكلها. ماشي. طبعا دلوقتي خلاص لو اديك كش يا عم غطي من دلوقتي. رجع هيعمل كده غطي. اديك كش تعال بقى كده بقى. خلاص ورقي. سهلة. واخيرا لو كان صايع بما فيك كفاية وقال لك. ولا مش هتيجي هنا عشان ما تعملش الكوبري اللي انت كنت عايز تعمله من الحركة دي وبتاعه. طب ما قال له لا ده انت بعدين مشيت من هنا سمحتي لي بالمربع ده. قلت رأي ايها الجاية اكباري. ارجو انك تكون استفدت اي حاجة. ده اشهر شكل اندي جيمري خاخ ومهم جدا. الفيديو الجاية ان شاء الله هيبقى الفيلادور ديفينس. مش الفيلادور ديفينس الفيلادور بوزيشن. او شكل الفيلادور وازاي تدافع بشكل الفيلادور. اه لو انت خصمك معا بيدا. وجالك شكل الفيلادور ما تخسرش وتعرف تتعادل. شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.